قصة لطيفة مهمة بعنوان بكلامك يحكم عليك مجموعة من الشباب في الكنيسة ومعاهم زي خدامه ومناء خدمة تلعو زي مؤتمر كان عدد كبير فالأخ صاحب هذه القصة كان ساعتها عنده حاجة وثلاثين سنة ومجموعة من أمناء الخدمة يعني في الخمسينات فالمهم أنه صاحب هذه القصة كان بيهزر زيادة شوي ماشي لو بيهزر زيادة شوي فيه انضباط ماشي إنما هو كان مزوتها حمتين ففي مرة هم قاعدين كده بالليل فاثنين من أمناء الخدمة اللي هم في الخمسينات من العمر بيتكلموا فهو راح مهزر زيادة وقال يعني ضحك ضحكة زيادة شوي فواحد من اللي عنده خمسين سنة بصر له بصة كده يعني عايز يقول له ايه ما يصحش وهو لاحظ البصة دي وتكسف كده يعني هو بيقول أنا ما كنتش غلطان قوي بس ما كانش كان لا يليق إن أنا أقول هذه الكلمة المهم يا أحبائي روحوا بعد المؤتمر ما خلص ولفت الأيام بعد ثلاث سنين خلي بالكم يا أحبائي بعد ثلاث سنين كان هذا الأخ بيشتغل في شركة معينة وكان مفروض إنه يترقى واحد من الثلاثة اللي في الكمتي اللي هيوفقه على ترقيته واحد من الثلاثة اللي في الكمتي اللي هيوفقه على ترقيته كان هو اللي ضحك عليه فما وافقش إنه يترقى قال ياه الضحك اللي أنا ضحكته بزيادة أو اللي فيه شيء من التهكم أو اللي فيه شيء من الاستهزاء اللي من ثلاث سنين كان سببه إن أنا ما ترقاش وهي دي اللي ربنا قال عنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك راجع نفسه كويس وقال اتعلمت إنه ما قولش كلمة بطالة لأن الكلمة اللي أنا قلتهاك اللي كان فيها شيء من التريقة واللي كان فيها شيء من التهكم على هذا الرجل الكبير تسببت إنه أنا مايتمش ترقيتي ولذلك يا أحبائي الشتيمة والتهكم والكلام الجارح والكلام القبيح والإهانة والتعيير واللعن والاستهزاء كل ده في سلة وحدة لها عقوبة أمام الله وأيضا يا أحبائي لها عقوبة قدام الناس وشفنا هذا الأخ المبارك اللي كلمة تهكم وكلمة تريقة تسببت إنه مايترقاش وأيضا يا أحبائي الشتيمة والتهكم وكل هذه الخطايا اللي في سلة وحدة زي ما هم ليهم عقوبة أمام الله ليهم عقوبة قدام الناس اشتركوا في القناة